بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان الدرس مئات وإحدى عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوعات الفقه الإسلامي ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام المسابقات الشرعية فالمسابقة هي المجارات بين حيوان وغيره وكذا المسابقة بالسهام وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي وقال تعالى إنا ذهبنا نستبق أين ترامى بالسهام أو نتجارى على الأخدام وعن أبي هريرة مرفوعة لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه الخمسة الحديث دليل على جواز السباق على جعل وقد حكى الإجماع على جوازه في الجملة غير واحد من أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله السباق بالخيل والرمي والرمي بالنبل ونحوه من آلات الحرب مما أمر الله به ورسوله لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله وقال أيضا السبق والصراع ونحوهما طاعة إذا قصد به نصرة الإسلام وأخذ السبق أي العوض عليه أخذ بالحق ويجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة ويكره اللعبه بأرجوحه وقال الشيخ وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة وأما سائر ما يتلها به البطالون من أنواع الله وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي فكله حرام انتهى وقد اعتنى العلماء بهذا الباب وسموه باب الفروسية وصنفوا فيه المصنفات المشهورة والفروسية أربعة أنواع أحدها ركوب الخيل والكر والفر بها والثاني الرمي بالقوس والآلات المستعملة في كل زمان بحسبه والثالث المطاعنة بالرماح والرابع المداورة بالسيوف ومن استكمل الأنواع الأربعة تستكمل الفروسية ويجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والمراكم قال الإمام القرطبي رحمه الله لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب انتهى وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وصارع ركانة فصرع وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز المسابقة على عوض إلا في المسابقة على الإبل والخيل والسهام لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر رواه الخمسة عن أبي هريرة أي لا يجوز أخذ الجعل على السبق إلا إذا كانت المسابقة على الإبل أو الخيل أو في السهام لأن تلك من آلات الحرب المأمور بتعلمها وإحكامها ومفهوم الحديث أنه لا يجوز أخذ العوض عن المسابقة فيما سواها وقد قال بذلك جماعة من أهل العلم وقيل إن الحديث يحتمل أن يراد به أن أحق ما بذل فيه السبق هو هذه الثلاثة لكمال نفعها وعموم مصلحتها فيدخل فيها كل مغالبة جائزة كل مغالبة جائزة ينتفع بها في الدين لقصة ركانة وأبي بكر قال الإمام بن القيم رحمه الله الرهان على ما فيه ظهور الإسلام ودلالته وبراهينه من أحق الحق وأولى بالجواز من الرهان على النضال وسباق الخيل انتهى ويشترط لصحة المسابقة خمسة شروط أحدها تعيين المركوبين في المسابقة بالرؤية الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع وتعيين الرمات لأن القصد معرفة حذقهم ومهارتهم في الرمي الشرط الثالث تحديد المسافة ليعلم السابق والمصيب وذلك بأن يكون لابتدائها ونهايتها حد لا يختلفان فيه لأن الغرض معرفة الأسبق ولا يحصل إلا بالتساوي في الغاية والشرط الرابع أن يكون العوض معلوما مباحا والشرط الخامس الخروج عن شبه القمار لأن يكون العوض من غير المتسابقين أو من أحدهما فقط فإن كان العوض من المتسابقين فهو محل خلاف هل يجوز أو لا يجوز إلا بمحل وهو الدخيل الذي يكون شريكا في الربح بريئا من الفسران اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط المحلل وقال عدم المحلل أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في حصول مقصود كل منهما وهو بيان عجز الآخر وأكل المال بهذا أكل للمال بحق إلى أن قال وما علمت من الصحابة من اشترط المحلل وإنما هو معروف عن سعيد بن المسيد وعنه تلقاه الناس انتهى كلامه رحمه الله أيها المستمعون الكرام مما سبق يتبين أن المسابقة المباحة على نوعين النوع الأول ما يترتب عليه مصلحة شرعية كالتدرب على الجهاد والتدرب على مسائل العلم وهذا يجوز أخذ العوض عليه النوع الثاني ما كان المقصود منه اللعب الذي لا مضرة فيه وهذا مباح ولا يجوز أخذ العوض عليه النوع الأول هو الذي يجوز أخذ العوض عليه بشروطه السابقة والنوع الثاني مباح بشرط أن لا يشغل عن واجب أو يلهي عن ذكر الله وعن الصلاة لكن لا يجوز أخذ العوض عليه وقد توسع الناس اليوم في هذا النوع الأخير وأنفدوا فيه كثيرا من الأوقات والأموال وهو مما لا فائدة فيه للمسلمين هلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه